بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل الآن الحديث عن موضوع الاشتراطات تحديد عدد الاشتراطات المسلسية والضلعية والمحلية في الشبكة المسلسية بيتم بطريقتين مثلا باستعمال العلاقات الرياضية اللي هي موجودة قدامنا على الشاشة باعتبار ان عدد الاشتراطات الكلية لرمض نسي عدد الارصاد الكلية وعدد الارصاد الضرورية والعدد خطوط الكلية للشبكة ده عدد خطوط الشبكة وكلها والله واحد ده عدد خطوط الشبكة المرسودة من طرف واحد آآ ان عدد نوعات الشبكة وان واحد عدد نوعات الشبكة الغير محتلة التي لم يأخذ عندها اي ارصاد ممكن نطلع نسي اللي هي عدد الاشتراطات نتين اللي هو نمبر اف تريانجليشنز وان اس اللي هو نمبر اف سايد كونديشنز وان الا اللي هي النمبر اوف لوكال ااا كونديشنز الطريقة التانية بنسميها الطريقة التخطيطية الطريقة التخطيطية بناخد في الاعتبار ان عدد الاشتراطات المسلسية بتساوي عدد الاشاع الخارجة من النقطة والمرسودة من الطرفين نطرح منها واحد عدد الشرطات الضلعية بسوى عدد الشرطات الكلية الخارجة من المقطة سواء كانت مرسوها من طرفين أو من طرف واحد نطرح منها اتنين عدد الشرطات المحلية بسوى عدد الشرطات الكلية ناقص المسلسية والضلعية طبعا الكلام ده حيتم توضيحه في المثال التالي لو خدنا مثال اوجد عدد الشرطات والنوع في الشكل التالي اللي هو الشكل اللي موجود قدامنا. اه ويكتب المعادلات الشرطية. طيب. هنيجي نقول هنا اه اول حاجة بالنسبة للشكل. عدد للشرطات بتطبيق طريقة المعادلات والسعمال الرموز. لو جينا شفنا هنا هنيجي نلاقي عدد نوات الشكلة في عندي خمس نوات اللي هي نواتة اي ونواتة بي نواتة سي ونواتة دي ونواتة اي. طبعا النوات اللي موجودة التانية دي عبارة عن تقابل اشعة وليست نواتة محتلة. عندي ان واحد ده عدد. النوات التي لم تحتل. الغير محتلة. اجي الاحظ ان النوات كلها وفت عليها واس زاوية واثنين او تلاتة. وعندي الا ده عبارة عن عدد خطوط الشبكة في عندي عدد خطوط اي بي وبي سي وسي اي وكل الخطوط الشبكة. اللي واحد ده عدد خطوط الشبكة المرسولة من طرف واحد حاجة لانه كل الخطوط في الطرفين بتاعها هنيجي لها في زاوية مرسولة. يبا ازا عدد خطوط المرسولة من طرف واحد هتساوي سفر. مجرد طبيعي طبيعي مباشر في بيساوي اللي هي بيساوي التلاتتاشر عند تلاتتاشر رزة. نقص اتنين في عدد نوات الشكل نقص اتنين. هتدي لي السبعة. السبعة دولار. عاوز اشوف كم شرط منهم محلي. وكم شرط منهم اه مسلسي. وكم شرط ضلعي. عدد الشرطات المسلسية. اه ان هنطبق في العلاقة دي اطلعت خمسة. وعدل الشرطات الضلعية. هنطبق في العلاقة وانطلح تطلع اتنين. وعدل الشرطات المحلية بساوي الشرطات الكلية. اللي هي السبعة. ناقص المحلية. ايه ناقص المسلسية. وناقص الايه. الضلعية. المعادلات الشرطية بتكتب بعد كده. اللي هنقول لده هاتي. اللي هي بطريقة تخطيطية. هنيجي نعمل جدول بالطريقة ديت في عند النقطة والمسلسية والضلعية. المسلسية قلنا عدد الشرطات المسلسية بساوي عدد الاشعار الخارجة من النقطة والمرسولة من طرفين ناقص واحد. عدد الاشعار الخارجة من النقطة والمرسولة من طرف او طرفين يعني كل الاشعار ناقص اتنين. تعال نبتدي نكون الشكل اللي قدامي اه خط خط او نقطة نقطة. اه بنيجي نقول عشان اكون الشرط ده عندي اول حاجة ان سياه عدل الشرطات بساوي عدل الرصات كلها اللي هي تلات عشر تلات عشر زاوية نقص اتنين في عدد النقاط بتاعت الشكل اللي هي خمسة نقص اتنين هيديني الاخر سبع الشرطات طيب عاوزين نكتبهم السبع الشرطات دولا بنجي ناخد الخط اول خط اللي هو اي بي هبتدي انشئ الشكل اللي عندي مرة تانية هبتدي بالنقطة اي وبعدين بي طبعا نقطة اي بي في الجدول حاجة لايه ان ما فيش اي حاجة لسه اي الشرطات تكونت طيب النقطة اللي باخدها بعد كده لازم تكون تكون مسلس مع اي بي فممكن اخد نقطة اي او ممكن اخد نقطة سي او ممكن اخد نقطة دي قويس لو جينا اخدنا اخترنا مسلا نقطة سي ايه علاقة سي بالشكل اللي بيكونه جديد حاجة لايه ان فيه عندي من سي لبي خط وفي عندي من سي لاي خط. باجه الاحظوا الخطين دولا. الخط ده اللي هو سي بي مرسول من طرفين. ليه? عشان من طرف من ناحية سي. اس يا متن زاوية عشرة او زاوية تسعة. طب بي سي من ناحية بي. ايا متن اس تزاوية ستة او خمسة. يبقى ازا ده مرسول من طرفين. طب وعندي سي ايه? نفس الكلام مرسول من طرفين. يبقى ازا هنا في الجدول حاجة اروح حاطة سي. اجي الاقي اتنين مرسولين من طرفين. يبقى اتنين ناقص واحد يساوي واحد. طيب احنا بنقول عدل الاشعة كلها اللي خارجها من سي. طيب عدل الاشعة كلها اللي خارجها من سي في الشكل الجديد بيساوي كم? اتنين برضا. يبقى اتنين ناقص اتنين بيساوي السفر. اه نيجي نلاحظ الشرط المسلسي اتكون مباشرة ليه? عشان انا وصلت من سي لايه? ومن سي لبيه? فتكون مسلس. طب المسلس ازاي? ازاي بتاعت عندي اتنين وثلاثة وعندي اربعة وخمسة وعندي عشرة. يبقى ايزا عندي اتنين وثلاثة اربعة وخمسة وعشرة ديت هنا بتساوي المعادلة الشرطية الاولينية. طيب بعد كده لاخل نقطة تانية ولتاكن نقطة دي. اهي? نقطة دي ديت ايه علاقيتها بالشكل اللي عندي? اه في عندي من دي واصل لبي واصل لسي واصل لاي. يبقى عندي اهيك. في عندي واحدة واصل لسي واحدة واصل لبي واحدة واصل لاي. يبقى في عندي كم شعاع? في عندي تلاتة. يبقى عندي في الجدول. دي. عندي التلاتة حاجة اقول تلاتة ناقص واحد عدل شاو. طبعا التلاتة ده مرسل من طرفين. تعال شوف كده دي سي. دي سي. من الطرف ده اهو. اسنا زاوية اتناشر. ومضطرب دي اثناء ايه زاوية حداشر. طب نفس الحكاية دي بي ونفس الحكاية دي ايه. يبقى ازا هنا تكون فيه مسلسين. طبعا واضح ان دي سي بي ده المسلس الاولاني اللي هو اتناشر وحداشر وعشرة وخمسة. والمسلس التاني اللي هو اه واحد واثنين وتلاتة واربعة وتلاتاشر. كونت المعادلتين الشرطيتين. اجي اشوف هنا عدل اشعة الخارجة من النقطة اه كلها. عدل اشعة كلها الخارجة من النقطة دي في الشكل الجديد. حاجة لا برضك انها تلاتة. تلاتة ناصر اتنين بيسوي كام واحد. فاضل ايه? فاضل نقطة ايه? ايه علاقة ايه بالشكل اللي عندي اللي بكونه. اه فيه من ايه واصل لسي خط. ومن وده طبعا مرسوم من طرفين. ليه? علشان من ناحية ايه في زوية تمانية اتقاسد. ومن ناحية سي في زوية تسعة اتقاسد. طيب الخط التاني من ايه لايه? برضك نفس الكلام. في عندي زوية تمانية من ناحية ايه او سبعة. ومن ناحية ايه في عندي زوية اتنين او تلات. طب. وعندي ايه بيه نفس الكلام. يبقى ازا ثلاث اضلاع مرصودين من طرفين. يبقى ازا عندي نوطة ايه في الجدول? حاجة اقول عبارة تلاتة ناقص واحد بيساوي اتنين. فيه مسلسين. طب ايه المسلس الاولاني? المسلس الاولاني اللي هو اي سي بي. الزوايا بتاعته بيساوي مية وتمانين زيادة زيادة قرية. والتانية اي بي اي. برضك نفس الحكاية مجموعة الزوايا بتساوي زيادة قرية. طبعا هنا باعتبر زيادة قرية بتساوي صفرة علشان اطلع المعادلة الشرطية في شكلها الاخير. طيب بالنسبة للضلعية. قال لك عدد الاشعة الخارجة من نقطة ايه في الشكل الجديد. والمسلس او من طرف او من طرفين على كل الاشعة حاجة لايه تلاتة. تلاتة ناقص اتنين فيها الواحد. والشكل الجديد اللي بتكونه بقى بالزبط زي الشكل اللي موجود عندي. اجي اروح جامع عدد الشرطات المثلسية حاجة لايه انها خمسة. عدد الشرطات الضلعية حاجة لايه انها اتنين. عدد الشرطات المحلية بسوى عدد الشرطات الكلية اللي هي السبعة اللي عندي ديت. اه? حاجة اطرح منها اتنين اطرح منها خمسة. فادينا عدد الشرطات المحلية. طبعا هنا حتساوي صفر. يعني ما فيش الشرطات محلية. دعنا نشوف بالنسبة ليه الاشراطات الضلعية السايد كونديشنز جينا قلنا في السايد كونديشنز انا لو جيت خدت نوات بي اعتبرت قطب في الشكل الواصل بي اي دي سي بي اي يعني من بي ال اي و دي و سي اللي هو الشكل ده جايكت بي اي دي سي و دي قويس حاجة اقول الاشعة الخرجة من نوات بي ابر عن بي اي و بي دي و بي سي يبقى ازام في الشكل ده اللي هو ده جاي كده قويس ده انا الشكل ده هو ده اللي بنتكلم عليه طيب عندي بي اي و عندي بي دي و عندي بي سي بي اي بي دي بي سي وبعدين اول واحدة بحطها في الاخر بي دي و بي سي بحطهم بنفس التركيب بتاع وبعدين بي اي على بي دي اجا اقول الصين زا المناظرة في المثلث بي اي دي اول حاجة لازم يكون بيكون مسلث كل طلعين فيه بعضين بيكونوا مسلث يعني هندي بي اي وبي دي بي اي وبي دي ايو بيكون مسلث طيب بي دي وبي سي بيكون مسلث طيب بي سي وبي اي بي سي و بي اي بيكون مسلس. في بايزة ان ينفع النقطة دي تاخدها كقدم. اجا عواب بدل طول الضلع على طول الضلع صين الزاوية على صين الزاوية المناظرة لها. وده هتساوي واحد. كويس. عشان تكملها للحكاية ديت. عندي صين طلعت. بحول المعادلة اللي هي الصين ديت الى لوج صين. فحاجة اقول لوج صين المقدار ده. زاد لوج صين المقدار ده. زاد لوج صين المقدار ده. ناقص لوج صين المقدار ده. ناقص لوج صين المقدار ده. ناقص لوج صين المقدار ده. بيساوي لوج واحد طبعا اللي هي بيساوي صفر. يبقى اي زي هنا ده المعادلة اللي عنده. طبعا. انا باقي اقول لوج صين تلاتاشر زاد في تلاتاشر. قالك ديت عبارة عن لوج صين تلاتاشر. اهي. لوج صين تلاتاشر. يعني زاوية تلاتاشر. وبعدين زاد دلتا 13 V 13 V ديت هي المجهول اللي عندي طب ما لدلتا 13 قالك دلتا ديت بساوي اللي هي 2 و 1 من 10 كتان الزاوية كتان ألفا اللي هي 13 نفس الكلام هطبقه وأطلع في الآخر علاقة خطية بالطريقة ديت الصيد كونديشن التاني عندي حاجة أخد E بول في E C A B يعني هنا E ديت شايف الشكل ديت كده الشكل اهو هو ده اللي هاعتبر حاجة اعتبر انه ديت عبارة عن القطب بتاعي طيب الشعر الخارجة في عندي E B وراها E A وراها E C وبعدين نفس الكلام E B أحطه في الآخر E A و E C أحطهم بنفس الترتيب يسوي واحد وبعد كده أجي أقول sign على sign كويس أجي المعادلة وبعدين نحولها إلى look sign ونفس التعال اللي قلناه في الشرط الضلعي السابق كويس مثال تاني بنقول اوجد عرض الشرطات في الشبكة المبينة وأنواعها ومعادلتها طيب الشكل عندي اهو نجد الراحز في الشكل ده حاجة مهمة اولاً حاجة لاقي فيه الخط D A حاجة لاقي انه خط مراقط من الحتة ديت يعني معناها مطرصتش عليه يعني معناها ان انا عشان ايه زاوية اتنين انا وجهت من A ل E ووجهت من A ل C هل ديت توجه عليه؟ لا يبازن الخط ده مرسول من طرف واحد طيب تعالي نشوف كده حنيجي نقول الحل عدد الاشتراطات عدد الاشتراطات بسوية عدد الارصات اللي عندي عندي كم رصدة في عندي اتناشر ناقص اتنين في عدد ناقص الشكل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى خمسة ناقص اتنين وبعدين هنا هيطلع عليه ستة اشتراطات كويس بعد كده بعمل الجدل اللي احنا اتفاني عليه اول حاجة النقطة تاني حاجة المثلثية وما ننساش المثلثية عدد الخطوط الخارجة من النقطة والمرصودة من الطرفين ناقص واحد طيب والضلعية عدد الاشتراطات كلها سواء مرصودة من الطرف او من الطرفين بس احطرح منها كام اتنين تعالي نبتدي ولي اكون الخط الاولاني اي بي طيب عملت اي بي في الجدول اي بي لسه ما فيش اي حاجة واضحة بعد كده لازم اجي ااخد نقطة تعمل مسلث مع اي بي حاجة ااخد نقطة سي اعلاق السي باي وبي في خط واصل لاي وفي خط واصل لبي اجي هنا عند السي اجي اقول عبارة عن خطين ناقص واحد يساوي واحد يعني في واحد مسلثين طيب ما هو فيه مسلث الكون قدامي ايه هو دي بقى المسلث طبعا هي سي اي بي يبقى عندي تسعة وزاوية واحد وزاوية عشر وحضاشر واتناشر مجموع من ساوي مئة وتمين زيادة زيادة كوريا مع اعتبار زيادة كوريا بالساوي صفر طيب الضلعية قال لك عدل الاشياء الخارجة من النقطة كلها الخارجة من نقطة اه بس في الشكل الجديد مش في الشكل القديم يعني عندي برضك اتنين يبقى زين اتنين ناصل اتنين يساوي صفر اي بقى غاية هنا فيه شرط مسلس واحد وما فيه الشرط لحبичего طب نيجي بعد كده النقطة الثانية اللي اخدها بعد كده النقطة الدي اللاقكة دي بالشكل اللي عندي اجه لحظ فيه خط مرسول من طرف واحد واصل الايه? وفيه عندي الخط مرسول من طرفين واصل بي وفيه عندي خط واصل لنقطة السي من طرفين يبقى اذا انا عندي نقطة دي عدد لشعة الخارجة من النقطة المرسومة من الطرفين كم واحد عندي اتنين يبقى عندي اتنين ناص واحد يساوي واحد وفعلا فيه مسلسين تكون اللي هو دي سي بي تعال شو بقى الزوايا بتاعي دي بي سي حاجة لايك سبعة وعشرة وتمانية وتسعة اه يساوي مية وتمانية زي زيادة قرية اعتبار زيادة قرية بيساوي صفر طيب اه عشان يطلع عدل الشرصات الضلعية قالك عدد الاشعة الخارجة من النقطة والمرسومة من الطرف او من طرفين يعني كل الاشعة عندي دي هنا واصل طلع منها كم واحد في الشكل الجديد واحد اتنين ثلاث يبقى اذا ثلاثة ناص اتنين يساوي واحد كويس اه انا ممكن على طول اجي اكتب الشرط الضلعي هنا في الحالة دي ازاي عشان فيه شرطة تكون طيب اه يبقى اذا ممكن اخد دي قرب في الشكل دي اي بي سي واشوف برزاك نفس الاشعة خارجة من النقطة في اتجاعة قرب الساعة وبعدها في البص والمقام نفس الكلام طيب ممكن اخد نقطة ايه ممكن اخد نقطة بي ممكن اخد نقطة سي مع مراعاة حاجة مهما يوكي ان يستحسن اخد القطب بتاعي النقطة اللي فيه ارصال عندها ناقصة اللي هي مثلا زي نقطة ايه في عندي هنا زاوية هنا مش مرصودة يبقى ازا ليه عشان اجل حاجة الاحظ ان لما اجل اخد دية قطب مش محتاج زاوية خالص كلها اللي موجودة عند نقطة ايه يبقى ازا حاجة اقول اي بي فيه اي سي فيه اي دي ده في البص وعد المقام اعمل نفس الكلام اه وامشي بنفس الطريقة قويس بفضل ايه دلوقتي بفضل عندي نقطة لسا لا نقطة ايه حاجة اخد نقطة ايه علاقة نقطة ايه بالشكل الجديد اللي بكونه. في عندي من إيل إيه خط واصل من طرفين. من إيل بي خط واصل من طرفين. إي دي خط واصل من طرفين. يبقى اذا عندي هنا في الجدول نقطة إيه في عندي كم خط واصل من طرفين. حاجة لاقي فيه تلاتة. تلاتة ناص واحدة يسوي اتنين. ايوة فعلا فيه مثلث كون إي إي بي. اشوف الزوايا بتاعته اكتب على طول. إي بي دي اشوف الزوايا بتاعته اكون على طول. طب عدد النقط الخارجة عدد الأشعة الخارجة من نقطة إيه سواء مرصودة من طرف او من طرفين. حاجة لأنها تلاتة. تلاتة ناص اتنين يسوي واحد. طيب برضا كنا اجا لاحظ ان الشكل إيه وصلت الإيه وصلت البيه وصلت الديه فيه شرط ضلعي. طب ما كويس ما ناخد نقطة إي ريت كوبة يبقى الأشعة إي اي بي إي دي. وده في البسط والمقام اقرر نفس الكلام. الشكل ده خلص كده بالطريقة ديت. حاجة اروح مجمع الكلام ده. حاجة لايه ان هنا تلاتة آآ اتنين واتنين اربعة. وحاجة لايه ان هنا في اتنين. انا عندي عدد للشرصات كام? ستة. يبقى المحلي كام? يبقى عندي ستة ناقص اتنين. يناص اربعة ناقص اتنين. هيبقى عدد للشرصات المحلية بالساوي. صفر. لو جينا شفنا الكلام الشرطات المسلسية بقى ممكن نكتبها بالطريقة اللي قلناها. اهي طريقة كتابتها. طبعا هنا لما اجي اشوف هان مسلا معدل الشرطات الاولينية فيها اي. طب اي ديت? انا عاوز اطلع ازا قلت لك فيه الصيغة النهائية بتاعة الشرط. طب انا اي ديت? ممكن اعتبرها بتساوي كام? بتساوي صفر. يبقى اي دي اي واحد ساوي صفر. اي اتنين بيساوي صفر. اي تلاتة يساوي صفر باي زيادة قرية عندي بتساوي صفر. والشرط الضلعي بنفس الطريقة الكلام اللي احنا لسا عيلينا دلوقتي. هادي الشرط الاولاني اي قطب في الشكل ده. والشرط التاني اي قطب في الشكل التاني اللي هو اي بي سي دي. ويبقى كده اه ناخد لغة الطرفين. ويبقى كده ايه? جبنا المعادلات الشرطية. بلاحظات. يجب ان تكون المعادلة الشرطية مستقلة عن بعضيها بحيث لا يمكن استنتاج اي معادلة شرطية من المعادلات الاخرى. يبقى دا عندي ده شرط اساسي. معادلة شرطية معناها لا يمكن استنتاجها من المعادلات الباقية. الحاجة التانية. طريقة المعادلات اللي هي بالرموز المكتوبة بالمعادلات اللي هي فيها عدد الخطوة المرسومة من طرف ومن طرفين مش عارف ايه. دي تصلح في حالة وجود خط قعدة واحد في الشبكة. طيب. ايه للشرطات العامة للشبكة? الشرطات العامة للشبكة فيها عندي تلات حاجات. اول حاجة. الانحراف المحسوب لاي ضلة لازم يساوي الانحراف المرسول فلكيا. الحاجة التانية. الاحداثيات المحسوبة لنقط الشبكة لازم تنطبق مع الاحداثيات او تتطبق مع الاحداثيات الجغرافية المرسودة. وتطبق اطوال خطوط القواعد مع عن طريق زوايا المرسولة للشبكة مع الاطوال المقاسة. يعني في حاجة بنقصة للتحقيق لازم تنطبق مع الاطوال اللي بنحسبها عن طريق الحساب. وبذلك نأتي الى نهاية المحاضرة. والى محاضرة اخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة